موسيقى اسمحلي ان ارحب بنجول ويتي المواطن المصري المواطن العربي بيجي لك غالبا عنده مجموعة من المشاكل بتعمل لها بلان وخطة وبتاخد البلان بتاعها تشتغل عليها دي ميزة ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد ايه الصعوبات اللي وجهتك في طول 18 سنة اغلى واعلى راس مالي يبقى عندك هو الناس هو الدكاترة ده علم يقولوا دايما علينا في كل حتة في العالم احنا برعين جدا في العمل الفردي لكن تعالة في العمل الجماعي بيحصل مشاكل لا اهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجة اللي ترضي المريض هي خطة العلاجية الوظيفة والشكل عمل فردي لا انت فاشل اللي بتسمى دي تنفع لفلان ما تنفعش العلان ما ينفعش كله بنفس الشكل كله بنفس الرصة وده غلط حضرت كويس يا باشا هتجمع محضرتش كنتم معا ولا غلطان احنا المستحيل حاليا رفض نحضر الاسنان من غير ما نوصل للديزاين احنا عاوزينه احنا اللي بنقرر الحشوات برضو نفسها مش معمولة من المتابعة الواحدة ترتيب الشغل ما بنا دي اهم حاجة في زراعة الاسنان الفريد اه المتخيل انه هو هيقرر قرار هيبقى مش مصبوط كل حالة بالجنة هي اهم حالة عندنا فبالتالي اللي لازم تطلع احسن حالة لازم الدكتور زي ما بقول لحضرتك يبقى فاهم كويس جدا خصائص كل مادة نكلم عنه 80% من الكشف حصل بايف العزيز نجح بشكل كبير جدا انه يرسي ان طب الاسنان في مصر ينافس بقوة في الشرق الاوسط ده ربما يتحدى ويصل الى الريئة هو الفكرة ان انت تلاقي منتخب زي ده منتخب زي ده الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة تخصص في مجال تجميل الاسنان عضو الجامعية الامريكية لتجميل الاسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الاسنان جامعة نيويورك احد مطوري حشوات الاسنان التجميلية اهلا بكم الحقيقة في عالم الطب كله في ما يسمى الان بقيرة العمل الجماعي في العالم وفي مصر دايما كان المصريين يقولوا دايما علينا في كل حتة في العالم برعين جدا في العمل الفردي لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل المشاكل لا الوضع مختلف تماما خصوصا في عالم طب الاسنان طب الاسنان دلوقتي العمل الجماعي بقى فرد بقى مفيش حد يقدر يقول ان انا هعمل منظومة نجحة تتعامل مع مشاكل طب الاسنان ومشاكل المرضى الكبيرة جدا في مصر وللحمدلله الشعب البصري بدأ والشعب العربي بدأ يتقدم جدا في الثقافة اللي هتنبأ اسنانه الا ما يكون في عمل جماعي ضيف العزيز اسم المتميز الكبير الساس دكتور نور الدين مصطفا احنا بيكا احنا بيكا دكتور وحشني جدا وانت جدا 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 اسمحلي ان ارحب بنجوم وي تي طبعا دكتور نور صحيح وي تي اليت مش انت اسميه طبعا عشان بننقل مستوى العلاج لمستوى جديد فقررنا ان احنا نسميه وي تي اليت عشان ان احنا بنقدم خدمة لناس اليت بشكل اليت او بشكل متميز يعني وطبعا الاول انا بقول ان انا محظوظ جدا ان ربنا اكرمنا وان انا بقيت مع فريق زي الناس دي اا يعني انا راس مالي كله هو الفريق ده المواطن المصر المواطن العربي ربما اللي فترات طويلة اهمل في اسنانه فبيجيلك غالبا عنده مجموعة من المشاكل طبعا مقدرش يحلها شخص واحد الحتة دي عايزك تشحلي شوية قبل ما ندخل في غشنة مع الفريق طيب انت النهاردة واحد بقى بقى خمس ست سنين ما جاش له دكتور اسنان عنده التهف اللسة احتمل يكون خلق اسنان احتمل يكون محتاج تجميل فبالتالي فكرة ان هو يخش الدكتور يعمل له علاج اللسم ويعمل له التركبات ويعمل له علاج العصب ويعمل له الزراعة الفكرة دي عالميا خلاص ما بيتش موجودة تيجي تعمل علاج العصب لسنة بعد ما تعملها والكيس تدفع فلوسها تيجي تعملها تركبات ما تنفعش انت عملت علاج العصب من الاول علشان ما عندكش بلان او ما عندكش الفريق اللي بصف قالك دي ينفع تتعمل العصب وبعد ما تتعمل دكتور التركيبة تقالك لا دي ينفع تتعمل تركيبه لان لو ما تنفعش تعمل تركيبة بقى تحاول حالة كلها المين لدكتور الزراعة عشان هيخلع عشان هيعمل الزراعة يبقى انت الحالة ما تفضلش تلف وتروع عند دكاترة كتير هي في نفس المكان بتعمل لها بلان وخطة وتاخد البلان بتاعها تشتغل عليها دي ميزة ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد اسمح لي ان احنا نناقش طبعا عضاء من فريق على فكرة انا اعتقد ان احنا هنعمل سلسلة مع الفريق وهذه السلسلة النهاردة هناخد جزء معلش هنتعمكوا تاني ونيجي تاني وناخد جزء يعني انا اعمل على اقل 3 او 4 حلقات والناس لازم تتفرج انا بدعوا طلب الطب الاسناني يتفرجوا على الحلقات دي كويس جدا بدعوا كل داكات الاسنان الشباب يتفرجوا على الحلقات دي كويس جدا بدعوا كل مرضى العلم العربي اللي عندهم مشاكل في اسناني متفرجوا كويس جدا احنا هنقدم حاجة اسمها نموذج العمل الجماعي لو ملقيتش هذا النموذج للعمل الجماعي في اي حتة في اي بلد عربي في طب الاسنان انت مش داخل مكان طب الاسنان جايد انا في رأيي كده هنبدأ بضيفي العزيز الاستاذ دكتور ماجد زهدي استاذ مساعد التركيبات السابتة انا بيجي فن منورنا وسعداء بوجودك معنا النهاردة لكن انا طبعا عايز اسألك سؤال صعب اوي وكان دايما دكتور نور بيتكلم عنه في مطلع او في كتير من الحلقات الخطة العلاجية اسألك الاول عن الخطة العلاجية ايه المقصود بالخطة العلاجية هل دكتور ماجد المواطن المصري والعربي منتوليوكوا سمع في المنطقة العباية كويس جدا اه عنده ادراك للمعنى الكلمة دي ولا بيدخل تقوله الخطة العلاجية يقولك ايه الكلام الجديد اللي انتوا بتقوله احنا ما سمعناش عنه قبل كده واحنا احنا امكن فعلا فكرة التخصص دي من اكتر حاجات اللي احنا كلنا بنؤمن بيها لان زي ما هيك قلت محدش يقدر يعمل كل حاجة بنفس الكفاءة اه بالذات انا هتكلم على الجزء اللي يخصنا اللي هو التجميل والتركيبات السابتة ده علم احنا عندنا في الجامعة فيه ماجستير اسمه ماجستير تجميل الاسنان فده معناه ان احنا عشان نقدر نعمل تجميل بطريقة مزبوطة لازم الناس اللي تعمل الكلمة دي يكونوا متخصصين في الجزء دوت فاحنا هي دي الفكرة فكرة الفريق ازاي ان يبقى فيه ناس متخصصين عشان يقدروا يوصلوا للنتيجة اللي المريض عايزة في الاخر اهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجة اللي ترضي المريض هي الخطة العلاجية طيب ايه مفهوم الخطة العلاجية دي ان المريض من اول يوم هيجيلنا يتعمله تشخيص كامل بنشوف كل المشاكل اللي موجودة عند المريض بتبتدي تكتب بالترتيب تبتدي تتحط ليها العلاجات المختلفة بنبتدي نتناقش مع المريض بحس ان احنا نقدر نوصل للحاجة اللي هو عايزها بقى اسرع وقت وبقى اللي مجهود او تعب ليه مع الحفاظ على الاسنان طيب عشان نقدر نعمل الكلام دوت ما يفعش تخصص واحد يقدر يعمل الكلام ده ده لازم كل مجموعة التخصصات اللي هي تركيبات تقويم علاج جزور علاج لسه ففينا زي ما الدكتور نور قال هي بتبقى خطة كلنا بنقعد وبنعمل النقاش بتاعنا عشان نوصل للخطة العلاجية ده وبيتم ابلاغ المريض بيها قبل ما نبتدي الشغل يعني اول ما بيجينا المريض وخلاص عطنا له خطة العلاجية من اهم الحاجات ان احنا ناخد الابروفل بتاع العيان على الشكل اللي احنا عايزين نوصل له عن طريق ان احنا نبتدي نعمل تصمين الابتسامة طيب احمد محسن المدرس المساعد لتركيبات السابتة واضح ان انتو برضو عندكو حتة انتماء يا احمد ليه الفروغة داخل بقى لبقى شوف بص ماجد قالك ايه ده فريق التركيبات السابتة احمد جامدين واخد بقى كلهم ايه واخدين الحتة الاولينية وبتاعهم هنشوف بقى الفرق اللي جوه الفريق انت صح كده؟ انت صح كده؟ انت بدأت برضو حاجة طي قولي بقى ايه 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 احنا هو بصلك الكورة في ملعبك في حتة مهمة جدا حتة القرار النهائي في الخطة العلاجية صح كده؟ صح كده هو المريض لازم يكون فاهم ان احنا ما عندناش استنبا كل المرضى بتطلع نفس الشكل وده الغلط اللي بيقع فيه ثلاثة اربع او معزم كثرة السنان هو سنان مرصوصة زي ماكتور نور بكى وصفها بسن شكلتس بيضة كله شبه بعضه انت زي اخوك زي ابن عمك وده غلط هي اللي بتساهمها بتبقى مصممة خاصيصا ليك بابعاد بابعاد بنسب معينة لازم تبقى متقاسة كويس اوي فعشان كده زي ما دكتور نور دايما يعني ماشيين بالسيستم ده احنا المريض بيدخل بعد ما بتفي معنا لخطة التجميل بيتصور صور من انجلز مختلفة صور دي تبقى هلوز اليوش من ديجيتل وبتصور بالديجيتل عشان نعرف نعمل الدزاين والمريض لازم يشوفه ويبقى عارف ان هو مخصص خصيصا لي اللي بتسمى دي تنفع لفلان ما تنفعش العلان ما ينفعش كله بقى نفس الشكل كله يبقى نفس الرصة وده غلط لازم المريض يبقى عارف زي ما دكتور ميجد شرح ان هيتعمله ايه بالزبط ما ينفعش المريض طبعا رأيه المهم وكل حاجة بس المريض مش دكتور المريض يوجه للصح لي فالديزاين ده مهم قوي المريض يشوفه يأبروف عليه ممكن ناخد رأيه في حاجات معينة ونفهمه حتى لو ليه تطلعات اكتر من كده بقى عارف ان فيه سقف الحاجات دي فيبقى عارف انا هوصل لشك ده واحنا نعرفه ازاي هيوصله باحسن طريقة ليه عزيب هلوح لي الدكتور محمد مصطفى اخصية تركيبات السابتة وتجميل الاسنان ما زلنا مع فريخ التركيبات اللي النهاردة يعني متصدر المشهر انا بادئين بي بس انا بادئين بي بس انا على فكرة كل الاقسام مهمة جدا 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 ونشوف مين اللي هيوصلة قول لي بقى محمد تجميل الاسنان اهميته كبيرة في عالم الاسنان عموما صح؟ مزبوت تمام والتحضير جزء مهم جدا في التجميل مزبوت يعني التجميل في عالم توبلس لان ده يا راجل حاجة مهم بس التحضير في التجميل هو حضرت كويس يا باشا هتجمل محضرتش كنتم معه ولا بغلطان لا بالزبط كده تمام قول لي بقى احنا مستحيل حنرف نحضر الاسنان من غير ما نوصل للديزاين احنا عاوزينه فاحنا لازم نفكر احنا عاوزين نوصل لايه ونشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي ونبتنى نحضرها بالطريقة المزبوطة بقى عشان نوصلها بالطريقة المزبوطة بحيث لانا اقل من التحضير بحيث الريستوريشن او الفاين اللي يطلع بلكي شوية او بارز اوي ولا انا شيء زيادة من السن فاطر اعمل علاج عصر ملوش داعي على سبيل المثال مثلا عشان نحن بنبص على الديزاين فانحنا عندنا مثلا فراغات بسيطة بين الاسنان عايزين نغير في لون السنة نطول السنة حاجة بسيطة فاحنا مجرد بنعمل تخشين للسطح الخارجي من السنة وبنحط عليها اشرة تجميلية ونسيب السطح اللي جواه من المسوش خالص في بعض الاحيان من ندرش نعمل الفينيرز او العدسيات اللي اسقل تحت تجميلية تحت الاسنان دي فبنعمل التحضير ازياد شوية لما يكون السنان برزة لبرة لو مثلا عندنا في حشوات كتيرة في الاسنان فنبطل نعملها او حماية اكتر بعد علاج الجزور فبنبطل نعمل التحضير دا ما يدور حوالين السنة بيبقى اكتر شوية من تحضير الفينيرز او القشور دي القشور التجميلية البسيطة دي وبنعمل كراونز عليها تمام؟ هو دا بالنسبة لتحضير الاسنان دازم نشوفها هزين نوصل الديزاين الديزاين بتاعنا هيبقى عامل ازاي ونحضر اسنان على اساسه طيب محمد في التحضير المريض دي ممتوتر جدا يعني قاعد لانه لسه ما شافش وانت دلوقتي بقى ايه هو كان جاي بمشاكل وانت دلوقتي في حالة التحضير وانت دلوقتي في حالة التحضير مفيش حلول لسه بانت الدنيا لسه ما نورتش زي ما بيقوله متى زي بتعمل مع نفسية المريض في حالة دي؟ المريض عاماتا بيبقى شايف فالشكل اللي حيوصله في الاخرق دي وتاب يبقى اكبر موتيف له اللي هو يبتدي الشغلة ويبتدي العملية التجميلية بتوليله الحاجة؟ طعم بيوريله شايف شكل الديزاين قبل ما يبدأ وشايف شكل التحضير بتاع الاسنان قبل ما يبدأ يعني عندنا صورة شكل تحضير او الاشرة عاملة ازاي وشورة تانية شكل تحضير كراون وموديلز كمان لشكل تحضير كراونز يبقى يعمل ازاي فهو بيقى متخيل الشكل اللي حيوصله يحبه عامل ازاي? حتى احنا بعد ما ما نخلص التحضير انسى بعض الاحيان بندي المراية للعيانة يشوف شكل الاسنان بعد التحضير عاملها ازاي? شوف يتبقى بالضبط زي الصورة او زي الموضل اللي او شافه قبل ما يبدأ الشغل. عظيم طب تعال اروح بقى لدكتور باسم اه باسم محمود اخصية تركيبات السابتة مازلنا في اه اه برضو التركيبة صح كده? طبعا. كل اللي عادين الفريده كله تركيبات اه اه. تعال اه 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 ده الماتيريال دي ده عالم وعالم رهيب. طبعا مزمو. والناس وصل لها معلومات من خلالنا بدأنا نتكلم على الزركونيا بدأنا نتكلم على الاي ماكس بدأنا نتكلم على انا انا هنفسكم بعدك احكي على المواد. هو التركيبات السابتة عموما لها يعني مواد وماتيريالز كتيرة جدا وكل ماتيريال ليها او خصائص مختلفة عن التانية. اه. فوركزامبل مثلا ان في ماتيريالز تتميز ان هي درجة لونها ودرجة شفافية بتاعتها شكلها بيبقى ناتشرال جدا فالدي غالبا من اعمالها في الاسنان الامامية. وفي تركيبات زي اه مواد زي اه الزركونيا دي بتتميز ان هي عندها قوة صلابة وقوة تحمل عالية. فدي من يقريبا من استخدامها في الاسنان الخلفية. فلازم الدكتور المتخصص يبقى عارف خصائص المواد دي كويس جدا. يعني مينفعش ان يبقى الطبيب نفسه يبقى يعمل مثلا حالة زركونيا. مع ان في دلوقتي ريسينت المونوليسك زيركونيا ده ممكن نستخدمه بس ما بدناش نفس الدرجة الجمالية زي اه زي الاي ماكسماس. بس لازم يبقى الدكتور عارف كويس جدا خصائص كل مادة في استخدامها ودعا زي ما دكتور محمد قال برضو ان كل مادة لها طريق تحضير معينة. فبيعني زي مثلا انا حعمل زيركونيا. فالزيركونيا مثلا بتحتاج تحضير اكتر شوية من اللاس العدزات اللاسيقة اللي بتستخدم زي الاي ماكسماس. فلازم ده بحر ولازم الدكتور المتخصص يبقى عارف اه خصائص كل مادة وكل مادة بنستخدمها في ايه بالزبط والكلام بذلك. بيحصل خناءات بينك وبنبعض انا عايز ان الدكتور راجع لك في السؤال. بيحصل خناءات بينك وبنبعض اه مثلا انت شايف ان من ناحية الجمالية هزي الحالة تستحق نوع معين من المواد. تمام. بس الراجل عنده عضة شديدة وبيعض او بيعنده مشاكل فبيعض على اسنانه فالحاد يجي يقول لا المودة دي مش هتستحمل مع الشخص دوت فارجوه غير. حد من الفريق? لا مش حد من الفريق? ولا الدكتور ولا الحالة? الحالة نفسها ممكن تقول لو عندها السقاف. الحالة احنا اللي بنقرر اه وبنقرر انت شايف فريق عامل ازاي? الفريق ده هالمتخيل ان هو هيقرر قرار هيبقى مش مزبوط الفريق الطبي الواعي بيعمل موديفيكيشن صح او ما بيتخط في ناس اول ما يجي يشتغل ومش دارس الحالة كويس اول ما يبدأ يشتغل ويخش في الموضوع يلقى الدنيا بقى يتبوز منه ومش عارف يلقى لما لما عندك فريق طبي دارس كويس وعنده خبرة وده مهم جدا احنا عندنا ناس في الفريق ده عامل اكتر من خمس تلاف حالة فبالتالي اه خبرته اليدوية عالية جدا الخبرة بتخليك وانت بتتعمل مع الحالة دكتور فريد عماد الدين دكتور فريد ازايك فريد اه اه عندك سؤال مهم اوي بقى اوي عايز اسألك على واحد من الاجهزة اللي كانت اه او احداثة حالة من حالات الثورة في عالم طب الاسنان كان الاول اقصد بيه جهاز السرك جهاز السرك احد الثورة لانه كان دايما الناس عندها تخوف وانتيجة طب الاسنان لاي سبب من الاسبب عشان الوقت جهاز جهاز السرك تحدى الوقت بقى خلاص العان ييجي عنده مشكلة جهاز سرك بيصلح له بيعمل له الحاجة وهو قاعد تحكيلي عن جهاز السرك قد ايه افتكو السرك احد الانواع والاسامي التجارية لفكرة الكات كان نفسها اه حضرتك اتطرقت النقطة ان موضوع الوقت اه والسرعة والكلام ده كله طبعا الوقت والسرعة مهمين جدا ومن اهم الحاجات طبعا بالنسبة للمريض بس ما يقصرش على حاجات معينة حاجات معينة في صناعة التركيبة في وقتها في لو احنا زي ما دكتور النور كان بيتكلم ان احنا في حاجات بعض الحالات بنحتاج ان احنا اعمل بعض التعديلات في اللاسا في الكلام ده كله صرعة التركيبة مع اللاسا والكلام ده كله مش بيبقى مظبوط وهو ده بقى فايدة فريق العمل والتيم بتاعنا اللي يقرر اللاسا لا محتاجة نقعد شوية محتاجة نستلم تاني يوم محتاجة نستلم تالت يوم الكلام ده كله انا والمريض بس اللي بنصمي من تركيبة انا مفيش ثالث بارتي او طرف تالت معانا في الموضوع اللي هو المعمل كان طرف تالت بالزبط هو لا شاف العيان لا شاف وش العيان لا شاف شفايف العيان لا شاف اه التحضير المعمول لان المقاس ده مهما كان دقيق الجبس اللي هيتصبي بيه المقاس مهما كان دقيق التكنيشن او الفني المعمل مهما كان اه متمرس وكويس برضو مش هيبقى زي الدكتور اللي شاف الحالة ومحضرها يعني انا بقعد بصور العيان وابتدي في الدزاين دكتور محمد او دكتور ماجد او دكتور احمد محسن اللي حضره وشافه الحالة قاعدين معايا بيشوفه احنا رسمنا هنا ايه حضرنا هنا ازاي عملنا ايه كل القصة دي بتقلل اعادات التركيبات ويتحسن دقتها وشكلها والدزاين بتاعها ده غير ان المريض بيشترك معايا المريض صعب ان انا اخده معمل اوارهوله حتى لو استنيت تارة اربعة ايام معايا يجبلي الحاجة ويبص عليها هو ليه هو المريض يشوف الدزاين او التصميم بتاع التسامة اللي هو موافع عليه في الاول على ارض الواقع بس على الكمبيوتر بشفيفه بوشه باللسة بتاعته بالكلام ده كله ويقدر يقرر من خلاله لا ده مناسب ده دكتور طب ممكن نعمل شوية ادجاسمنت المريض ما بيبقاش الموضوع بالنسباله certain ومزبوط 100% لازم يبقى عنده تغيرات لازم ياخد رأي الناس لازم يستشير وجود ده كله مع المريض في خلال يوم او يومين يجي يشوف الدزاين ابعتهوله باي سوشيال ميديا او اي حاجة ان هو يشوفه ومن البيت يقرر ويعدل يوريه القريبه يوريه المنطو يعني ايا كان الكميونيتي اللي هيوريهولهم يوريه مراته بالضبط اي حد بقى بس فهي بتبقى الموضوع ان العيان المريض يعني داخل معانا في القصة قوي شايف قوي ومخرر قوي وده بيقلل مشاكل استلام ومفاجئة استلام التركيبات بتاعتنا في الاخر اسمحولي نرحب بضيف العزيز طبعا دكتور محمد السمراء استشاري تقويم الاسنان وزميل كلية الجرحين الملكية بانجلترا اسم متميز وكبير اهلا بك دكتور محمد اهلا وسأل التقويم مهم وسؤال يعني كلاسيكي جدا متى نلجأ للتقويم يعتقد البعض ان التقويم ما ينفعش للناس الصغير ايه رايك في هذا اول الكبير اول الكبير اول لا هو الحقيقة تقويم اه ملوش عمر محدد لانه بيعالج مشاكل متعددة مشاكل في الاطفال ومشاكل في الكبار لكن هو عشان خطر الواحد يبقى دايما في الجانب الصحيح لازم يبقى على طول يعمل متابعة مع المتخصص في التقويم من اول سن الطفولة يعني من اول ما يبدأ الواحد يبدل اسنانه يلازم يكون وليه الامر مهتم بانه هو ياخد ابنه او بنته ويروحه للمتخصص في التقويم يعني نقول سن سبع سنين تمن سنين لازم يروح ويشوف حتى لو هو مش ملاحظ ان فيه مشكلة او في بعض الاحيان بلاقي فيه اب وام مش ملاحظين المشكلة اصلا لكن وعنده يعني شايف الاثار بتاعت المشكلة يعني حاسس انه ابنه مش بينطق الحروف كويس او مش بيبلع كويس او بيتنفس من بقه كتير وبتكون المشاكل دي اغلبها او جزء كبير منها ممكن يكون عامل مهم فيها هو اعوجاج الاسنان وبيبقى بالتالي محتاج تقويم فبالتالي المتابعة البدري ان هو يروح حتى لو الابن ما بيشتكيش من حاجة بس يعرف هل انا محتاج مش محتاج كل شيء ماشي كويس ده مهم وفي نفس الوقت بيتجنبني مشاكل ممكن الطفل ده يبقى لو ما تعلجتش تحصل يعني ممكن انا اتجنب التقويم اصلا لو اعملت تشيك اوب من بدري وممكن اتجنب تقويم كبير يعني ممكن يكون تقويم صغير لو اعملت برضو تشيك اوب من بدري ممكن اتجنب عمليات جراحية لو اعملت تقويم بدري فكل الحاجات دي مهمة طبعا في مجال التقويم طيب دكتور مصطفى طه سؤال مهم جدا وهو طبعا استشار جراحة الفم والاسنان ومدارس جراحة الفم والاسنان من جماعة عين شمس اهلا بيك يا دكتور مصطفى سؤال يعني هيبقى مهم اوي عن مفصل الفك هذا المفصل اللي مشاكله كتير جدا برضو بما اننا احنا متكلم عن التقويم التقويم الجراحي عايزك تحكيلي عنه حاجتين مهمين طيب حاجتين مهمين اول حاجة مشاكل مفصل الفك يعني الناس ممكن تستغرب ان الموضوع ده بقى منتشر جدا حنتكلم تقريبا من 15 ل 20% من الناس المصرين او غير المصرين بيعانوا منعرض من اعراض مفصل الفك بداية من ترقعه وبيفتحه وبيقفل بقه بقه بيعلق مش عارف يفتحه كويس او فاتحه مش عارف يقفله كويس الام شديدة مع الكلام ومع الاكل فده منتشر جدا 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 اسبابه متعددة وشائعة جدا زي لو العضة مش كويسة وهنا يأتي دور التقويم لو حد مو صغير عضته مش كويسة دي ممكن تؤدي الى بعض مشاكل في مفصل الفك لو بيجز على اسنانه الضغط العصبي لو عمل حشوات او تركيبات مش معمولة كويس مش متراع فيها المسافة بين الفك العلوي والفك السفلي دي كلها حاجات بتؤدي الى مشاكل في مفصل الفك علاجه برضو حاجات تتدرج من حاجات بسيطة جدا لعمليات كبيرة على حسب المريض ده جل بدري واللجل متأخر يعني احنا عادة بيبتدي معاه بحاجات اسمها نايك جاردز او عضادات بتقلل الضغط على مفصل الفك ممكن نطلع بعد كده لحقا بوتوكس او ممكن نطلع بعد كده لحاجات اسمها منظر على مفصل الفك وفي حالات بسيطة جدا ممكن نحتاج نعمل تدخل جراحي ده بالنسبة لمشاكل مفصل الفك التقويم الجراحي بقى هو زي ما قال دكتور سمرائي فيه مفروض علاقة ما بين الفك العلوي والفك السفلي عند بعض الناس بقى عندهم بروز جامد في الفك العلوي او بروز جامد في الفك السفلي هنا مش باتكلم من مشكلة جامد اسنان هي جامل عظم نفسه هنا بنحتاج ان احنا نعمل عملية عشان نصلح البروز دوت عرب الله بنحتاج نعمل عملية عشان نصلح البروز دوت وطبعا برضو محتاج برضو التقويم معانا يعني احتاج التقويم يتعامل اول عشان يحسن الوضع للعملية ده اروح بقى للدكتور حيثم مما يرجي يعني لو شعبية وانا بعزه يعني الحياة منول يا حيثم دكتور حيثم هو طبعا يعني المتخصص في الزراعة وزميل الكونجرس العلامي لزراعة الاسنان جزء بقى مهم قوي في وقت الزراعة طبعا يعني الزراعة مهم قوي ازاي دي حتة يمننا في البطن نتعامل مع الحالة الصحية المريض اللي جاي يعمل زراعة عندي نوع سيكالسيام راجل كبير في السن كمان العدم مش كفاية الحتة اللي هي المشهورة ودي بتخلي الناس على فكرة بتعاكر يا دكتور حيثم في هناك جيلك ليه يقول لك أنا كبير في السن واعتقد ان حالة العدم عندي مش كويسة لان اسمعت الدكتور نور قال ان حالة العدم مهمة وفي هدان العدم ممكن يعوق قدام الزراعة يعني ويروح جايب قال الجزء من الكلام ومكملوش فانا عايز اسمع منك الصورة العامة احنا يعني بنشوف ان الموضوع مرتبط جدا يعني احنا فيه ناس بتتعامل مع العيان على انه حجم عظم ودا مش حقيقي في الزراعة الحالة الصحية للمريد مهمة جدا يعني دايما احنا بنأكد على الناس اللي موجودين في السنتر اللي بياخدوا والميديكال هستري من العيانين ان كل ديتيل او كل تفصيلة في الحالة الصحية للمريد كل دواء بياخدوا مثلا نسال بسيط العيانين اللي عندهم بتعرضوا الجلطات قبل كده دايما بياخدوا ادوية للسيولة ممكن ياخد كذا نوع من الدواء الادواء دي منهم ادوية بتشتغل على الصفائح الدموية منهم ادوية بتشتغل على عوامل التجلط كل واحدة ممكن تأثر معانا بشكل مختلف يعني ممكن يجي عيان يقول انا باخد دواء للسيولة باخد دواء يعمل سيولة طب حدده كويه لا ماينفعش متعرفش لازم اللي بعارفين هويه وجرعته قد ديه الحالة الصحية للمريد مهمة جدا احنا بنسميها مش موانع زراعة ولكن العوائق الخاصة بزراعة الاسنان او باي عملية جراحية عمولة العوائق دي منها عوائق طبية حالة المريض الصحية الحاجات اللي بتستدعي ان احنا نقدر نزبط حالة المريض الصحية عشان نقدر نعمله زراعة هنراجع مع دكتور البطن الأدوية بتاعته ايه التحاليل المطلوب عشان نعرف العيان ده عنده سيولة زيادة ولا لا مرضى الشكر ازاي نقدر نتعامل معاهم الغدة الضرقية اللي عندهم زيادة في وظيف الغدة الضرقية او نقص في الوظائف او شايلين الغدة عموما بالذات في العينين اللي احنا بنزبطهم عشان نعملهم عمليات كبيرة تحت التغذير الكلي ده جزء مهم جدا انا بشوف انك تقدر تاخد دياجنوز الصحيح من العين وتحط له خطة للعلاج واضحة ده انت عملت اكتر من خمسين في المية من عمليات زراعة الأسناد الجزء الثاني من الموانع اللي انا بشوفها هي او الموانع الموجودة في الفم ودي انا شايف انها بتربطني ارتباط وصيق جدا مع دكاترة التركبات دكتور احمد محسن طبعا اشتغلنا وبعد حالات كتير مش عايز اقول لي اسمه الحركي علشان كل حد له اسمه حركي طبعا مش كلهم السواء محسن بالذات كده بعد الهوى دكتور محمد السمرائي طبعا يعني دايما الموانع دي تكمن انها ممكن تتمثل عندي موانع في العظم وحجم العظم وكسافة العظم وموانع في اللسه جودة اللسه طبيعة اللسه اللي موجودة كل واحدة من دول بتستدعي ان انا اتدخل بشكل معاين او الحاجات الكامن جدا ومشاكل جدا المسافات اللي موجودة انا يعني هشرح حاجة بشرعة كده ممكن تقولين اقديه ممكن تعمل مشكلة عيانة جتلي عمل الزراعة يعني الدكتور قالها انت محتاجة زراعة عظم فزرعت عظم مرة وبعدين قالها ده فشلت فزرعت عظم تاني وبعدين زرع لها بعد كده الزرع بعد تاني مرة من زراعة العظم ركب لها عليها سنة صدمت انا حجم السنة كبير جدا اكبر من السنة اللي جنبها وكانت سنة امامية اللي هي السنترل اول سنة حتى هي بتقولي انا عدت عاية اول ما شفت السنة فقلت له اخلعها لي فهو بيخلع السنة رح خلع السنة بالزرعة اللي كانت موجودة كم من المشاكل رهيب اول حاجة كان عندنا مشكلة في العظم وحجمه متعملش بشكل صحيح لان انا اكتشفت ان المشكلة عندها في اللاسة مش في العظم بداية محتاجين الاول نرجع اللاسة بشكل كويس عشان لما اعمل زراعة عظم تحمل عظم اللي انا هزراعه فيبه جودة العظم كويس بعدين احط الزرعة اكتشف ان المسافات عندها فيها مشكلة حجم السنة او حجم المسافة اللي موجود اكبر من حجم السنة اللي جنبها فبالتالي لما جيت دكتور يعمل السنة بقت اعرض من اللي جنبها كان لازم ان هو يقول لها حضرتك ممكن تحتاجي تقويم عشان نزبط المسافات وده الجزء اللي انا بتدخل فيه انا ودكتور سمراء ان انا اقول من العيام الاول انت محتاج تعمل تقويم عشان نزبط المسافات علشان نقدر نعمل السناني بشكلها زي بعض او ان انا اتدخل انا ودكتور احمد محسن او دكاترة التركيبات في ان احنا نعمل فينيرز او اشعة تجميلية على السنة التانية فنزبط المسافات او نزبط عضة العيان انا بشوف ان الدياجنوزس او الكشف على العيان ووضع خطة طبية وان احنا نزبط السيكونس الشغل ما بيننا او ترتيب الشغل ما بيننا دي اهم حاجة في زراعة الاسنان وكالعادة مميز يا عيسن اريد ان اعرف دكتور احمد محسن اسم الحركة ايه بس بعد الان اروح بقى لدكتور ابراهيم الاباني المتخص في جراحة وزراعة الاسنان وهسألك سؤال لاول مرة يمكن نسأله ونتكلم فيه بالتفصيل الخلع الجراحة وعايز اعرف ايه الفرق بينه وبين الخلع العادي وبعدين بعد الخلع مباشرة هل هتسلمه لدكتور هيسم يعمل زراعة على طول والمسألة تبعمل ازاي طيب اه هو في الاول زي ما كان دكتور هيسم بيقول الموضوع بيمشي كسيكونس او كتسلسل اول حاجة غالبا موظم حالات اللي بتطلب خلع الجراحي بيكون حالات دروس عقل مدفونة اه طيب انا عايز اعرف هل الدرس ده محتاج يدخلع اصلا في الاساس ولا لا فبتدي اشوف المعطيات اللي قدامي اه بنبتدي نعمل او بنعمل كشف اه طبعا لازم يتعمل اشاعة على الدرس ده ولازم يتعمل في نفس الوقت كشف على اليونت او على كرسي الاسنان عشان نقدر نحدد هل المشكلة فعلا جاية من الدرس ده ولا ممكن تكون مشكلة في منطقة مجاورة بس الوجع زي ما بنقول حاجة اسمها رفيرت بين او الوجع مقدرش احدد مكانه فين بالزبط يعني المريض بيكون جايلي انا عندي وجع في المكان الفلاني بس مش قادر يحدد فين بالزبط اوكي فبشوف المعطيات دي وابتدي احدد هل الدرس ده مثلا ممكن يكون عاملي تأكل في السنة اللي جنبها اه ممكن يكون مدفونة عامل مشكلة قريبة من العصب او حاجة فبحتاج ساعتها تدخل جراحي ان انا اخلع الدرس ده بعد كده حضرتك كنت بتتكلم ان هل بعد الخلع ده ممكن نزرع ساعتها عطول بالزبط على حسب الحالة يعني لو بنتكلم في سنة تانية حاجة مثلا قدام او حاجة غير درس العقب بابتدي اشوف المعطيات برضو الموجودة قدامي بابتدي اشوف الحالة العامة للدرس ده يعني ممكن نقول مثلا في دروس بتدخلها بس نبقى شايفين في الاشعة ان فيه تحتها مثلا كيس دهني او تحتها خراج او حاجة فده بالتالي بيقدي الى ان الزرعة ممكن يبقى فيها مشاكل قدام لو تزرعت في ساعتها لكن فاحنا يعني بنتطر ان احنا او بنستنى شوية لغاية ما العظم يلم بنشيل طبعا الحاجة الموجودة دي العدوى الموجودة دي سواء كانت خراج او كيس دهني او كده وبعد كده بنسيب العظم يلم وبعد كده بنبتدي نقدر نزرع لكن لو الحالة كويسة وما فيش اي ما فيش فيها اي مشاكل وتسمح ان احنا نقدر نعمل الاميديت امبلنت ده بنقدر نعمله عزيم عزيم هروح بقى لدكتور مصطفى انور طبعا مدارس علاج الجزور واباجل البارع جدا وصاحب المهارة المشهود لها بالكفاء دي حقيقة فعلا يعني مصطفى من الناس اللي يدهم رائعة جدا فمعليش بقى امبتحيز لمصطفى انا لا عملت تكوين ملا عرف انا خلينا ايه مصطفى شطر جدا في الزراعة اه في علاج الجزور اسف وعلاج العصب اه قل لي التخنادر حديثة خدمتك قد ايه دكتور مصطفى في الفترة اللي فاتت وخلت علاج الجزور هذا الشبح المخيف تعرف الناس كلها بتخاف من علاج الجزور وده حاجة واقعية كان زمان كان زمان دلوقتي لا فيه متعة فيه بساطة فيه اه لا بجد فيه حاجة لطيفة جدا ان انت كنت خايف جاي محمل بتجربة ان انت عحاسة انت هتتعلم وبتاع وبعدين الله وفين القلب فين القلب فين القلب انت مستني اللحظة في ناس والله بتيجي تاني يوم تقول لك اه دوكسر انا ما تواجعتش الله هو دوكسر اه دوكسر يا عم اه دوكسر يا عم اه دوكسر يا عم فانا عايزك تشرح تقنات الحديثة اللي ساعدتك او ساعد تعلم يعني علاج الجزور خلينا في الاول بس نقول ان تخصص علاج الجزور هو تخصص دقيق هو من التخصص الدقيق بطب مجال طب الاسنان دي حاجة الحاجة التانية طبعا هو الاسم الدارج لي بالنسبة للمرضى هو علاج العصب او حشو العصب زي ما بيسموه فعشان بس لو فرد ان احنا قلنا كلمة حشو عصب يبقى المريض فامي ان هي اصل الكلمة او الاصل الكلمة العلمية هو علاج الجزور طبعا التكنيات الحديثة او الادوات الحديثة الموجودة او الاجهزة الحديثة الموجودة في مجال علاج الجزور تبتدي اول حاجة بالميكروسكوب الجراحل لعلاج الجزور الميكروسكوب الجراحل لعلاج الجزور ده بيفتني ان انا اقدر بداية مأwritten تشخيص الحالة برضو ارجع اقول انا معيا اداة تانية او جهاز تانية ممكن يفتني زي ايه الاشترات المقطعية سلوسيات الابعاد اللي بتخليني ان انا اقدر اشوف الحالة واقدر ان تقريبا انا عالكت الحالة قبل ما ابتدي اصلا او مني ابتدي اشتغل في الحالة دي اصلا طيب كشفت وعرفت وابتديت اشتغل الادوات اللي بساعدني في الشغل بتاعي عندي الادوات رفاعة جدا اللي هي المرضى بيحبوا يسموها الابر وهي مش ابر ولا حاجة اللي بساعدني في تنظيف القنوات كان زمان بنعملها بادينا دلوقتي بقى في حاجات خمات فيها مرونة اكتر عشان تمشي مع انحناء بتاع الجدور وفي نفس الوقت بتساعدني انها تنظيف بسرعة شوية وبعد كده وصلنا لحد حشو القنوات دي بطريقة حديثة شوية دي كلها الحاجات دي كلها ساعدتني ان انا اعمل علاج الجزور بدقة وكفاءة وفيها سهولة جدا من غير ما اللي عيني يحس باي قلم علاج الجزور بقى ممكن في اكتر عدد قد ايه ممكن تقدر تعمل كم قد ايه في القعد الوقت دكتور هيسم هيكلمنا في علاج الجزور وبيتم في كم جلسة بس هو يعني بيتم في جلسة واحدة جلسة واحدة طيب عايز كمان يعرف عدد عدد السنان اللي ممكن تعملها في نفس الجلسة عدد السنان اللي مكتبلها في نفس الجلسة عمالنا ريكورد قد ايه لا عمالنا ريكورد كثير مش عايزيني تحس يا دكتور نور بس لا 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 هوش الرقم بقى مش عقود الرقم بس احنا حاولها حضرتك احنا اه اه ان العيان اه فك او عضلات الفك مساعدان ان هو يقدر يستحمل شوية واه احنا معاه مش هنقوله لا يعني ازلان قادري ان احنا نشتغل والعيان قادر ان هو يشتغل والعيان مش حاسس بقلم خلص اه خلاص انت رقمك القاسي فقد دي مش عايزها تحسد بقى خلاص لا مصال احنا بلاش ان حسد بلاش عقب حدوى احنا الدكتور هايسم صبحي طبعا مش يصير علاج الجزور و برضو ما زمنا في علاج الجزور و بيعجبني جدا ان كل عيلة اه عندك على الاب يعني انا بسأل اه يعني مصطفى يعني برضو ايه زي ما تقوله بالوسطى كده بالتاع بزودت انا كده حدى له فقال لي لا انا عايز دكتور مصطفى ماشي الدكتور هيسم قولي يعني برضو عدد الجزور ودور الاشعة المقطعية اللي برضو يعني الدكتور مصطفى مر عليها ودبعا دكتور نور يعني اتكلمنا عشعة المقطعية واشعة المقطعية وهل المكان اللي مفوش عشعة المقطعية ده يعني هل ده يسئله ايه الفرق بين اننا ما يكونش عندي عشعة مقطعية ولا مش معترف بقيمة الاشعة المقطعية لا الاشعة المقطعية لها دور مهم جدا فعلاق العصب زي يعني انا اوما بتخلي بابص على الاشعة بتاعه قبل ما ابدأ شغل ببقى باخد فكرة عن الانحنائات اللي في الجدور بتاعت السنة عادة قنوات العصب اللي موجودة عني في السنة او في الجدر ده وده ممكن يكون احد اسباب فشل الحالات مثلا كتير ممكن تجنة من برار متحولها لعادة علاج عصب بنعمل ريتريتمنت في السنة او في الجدر ده العينة تقول لي يا دكتور انا روحت عند اكتر من دكتور بيقول لي حشو العصب كويس ما فيهوش مشكلة طب ايه سبب قبل ما نحس سبيدة ممكن ما بص على الاشعة بنقدر نعرف ايه سابق المشكلة دي اه ممكن تكون فيه قناوات عصب مش قصب مش مفتوحة كنتور مقدرش يوصل لها في قناوات عصب يعني المتدارب ما بين المعروف ان الدروس ببقى فيها تلت قواة عصب لا احنا ممكن توصل معنا الخمسة او ستة دي ما بتظهرش غير بالاشعة او ستة الابعاد السنة ممكن يكون فيها حاجة زي كراك او شرخ ده مسابق فشل موضوع لنجل عصب حتى لو كان معمول كويس حاجات دي كلها ما نداش نتعرف عليها بالاشعة ستة الابعاد جيت اه اه كاب عدد الاسنان اللي ممكن نعمل فيها على الجزور في الجلسة الوحدة في الجلسة الوحدة زي ما روط نصف على حياتك مدام العيان قادر ان هو يفضل فتح بقوم غير ما يشتكي من الفك نقدر نعمل نقدر نعمل عدد كبير عظيم مازلنا مع عائلة علاج الجزور نروح للدكتور وسامي الخولي اخصى علاج الجزور وضو جمال امريكية والسؤال دايما عن الاجهزة هل الاجهزة دلوقتي بدأت تقول انا الموجودة انا الدور العظم ولا مهارة الدكتور اكيد مهارة الدكتور بس يعني ازاي نجمع الحاجتين مع بعض ما انا مش مهارة لوحدها من غير الاجهزة برضو ايه رأيك بص في البداية فندم احب اراحب بحضرتك الله يخليك يا حاسم دي اول حاجات تاني حاجة شكيه لو سام اللي انت رحبت بي انت الوحيد الوحيد اللي واشكر اخطوق الله يخليك الله يخليك انا قاعد بص لو سام ستة اسئلة اسئلة اسئلهم الله يخليك انت باقي لو رحبت بي ربنا يبارك في حضرتك مبدايا انا طبعا متحيز جدا لعلاج الجزور بمناخ الصائفي زمان زي ما ذكر دكتور مصطفى ودكتور هيسم كان العياء لما يجي يجي لي يجي يقول لي ده انا عندي الدكتور في عمل شكيني كده عادي يشكيني بحاجات زي الابر دلوقتي احنا عندنا التكنولوجي والتقنية الحديثة كلها والشركات كمان من غير ذكر طبعا اسامي بدأت تتنافس في الحكاية دي واحنا عندنا كل عيان والتاني بقى عنده ما اقدرش ان نقول ان مثلا حضرتك عندك نفس القنوات العصبية اللي عند دكتور نور اللي عند دكتور ويسام لان كل واحدة هتختلف عن التاني وده طبعا بيبان بالاشعة المقطعية والمايكروسكوب زي ما ذكر دكتور مصطفى ودكتور هيسم فبالتالي الشركات بدأت تعمل ايه قالت خلاص لا انا عندي دبابيس دي دي حاجات قديمة انا هبطل يطور من نفسي واعمل اجهزة اوتوميد بتشتغل لا بس لازم يبقى الدكتور نفسه عنده خلفية كاملة ويقوي في الحتة دي انه لازم يحدث من نفسه لان لو انا جبت الحاجات دي وانا ما عنديش الخلفية هعمل بيها ايه وش هستفاد بيها وكلها طبعا لمصلحة الدكتور ولمصلحة العيان وكذا حاجة فبدأت الشركات دي تعمل ايه تطلع حاجة اسمها الفايلات الابر دي اللي هي الابر دي اسمها فايلز بدأت تطلعها بمقاسات مختلفة تناسب كل مريض بمعنى ان انا عندي مثلا قناة عصبية عند الناس الكبار بتبقى دياء شوية الاطفال بتبقى واسعة جدا فبتختلف المقاسات فبدأت الشركات تعمل اه طب انا عندي قناة عصبية فيها كيرف يعني كيرف فيها انحناية جامد فبدأت الشركات تعمل ايه تقول لا انا هطور من نفسي واعمل فايل يجيب اللي هو الابر دي بنفس الانحناة ده وبمقاسات مختلفة وبتفضل بمقاسات صغيرة لحد ما تعلى بها طيب انا خلصت كل ده عملت ونظفت والدنيا تمام والدنيا كويسة هيفضل عندي الجزء الاخراني ان هو ان انا هقفل القناة عصبية دي ازاي وده اللي هنعرفه من دكتور علي السنباطي هروح للدكتور علي سنباطي بقى قولي يا دكتور علي المواد المستخدمة اللي قال عليها الدكتور وسام وراء رملك الكورة كده قالك بقى الدكتور علي علي قولي ما المواد المستخدمة فيه تطورت ازاي قولي بقى تطورت ازاي هي مواد حشو العصب التطورت جدا يعني بعد ما دكاترا قاله ان خلاص احنا نظفنا القناة وكل حاجة تيجي للدول المهم جدا زي ما دكتور وسام قال حوار تقفيل القناة او حشو الجدر حشو الجدر مهم جدا لان غالبا بيبقى ليه نسبة كبيرة جدا في فشل او نجاح علاج جزور بعد كده يعني احنا دلوقتي بعد ما نظفنا بكل حاجة وتمام تمام لازم ان احنا ننظف القنوات كلها وبيبقى فيه قنوات فراعية للقناة الرئيسية القناة الرئيسية ماشي احنا بنحشيها كويس وكل حاجة لكن القنوات الفراعية دي هي بقى التكنية الحديثة دي اللي طلعت اللي هي حاجة اسمها 3D Obturation او حشو الجدر سلاسي الابعاد سلاسي الابعاد ده كان زمان ما بقدرش ان هو يتحلي ان انا احشي القنوات الفراعية او القنوات التانية دلوقتي انا بقدر احشي القناة الرئيسية والقناة الفراعية بعمل حاجة اسمها سيل سيل يعني انا بقفل اي مجال لاي بكتيريا بعد كده ان هي ممكن تعملي مشكلة او تسبب فشل في علاج الجزور اللي انا عملته عظيم مواد دي متاحة باستمرار الدنيا غلية انت عارف يعني لا هي متاحة متاحة موجودة باستمرار اه صعب جدا ان احنا نعمل connection ما بين الطب الاطباء بالميديكال تيرمي باللغة الانجليزية اللي بتفرض نفسها انا بشكركم طبعا النهاردة على ان كنتوا التزمتوا معايا الى حد خمسة وتسعين سبعة وتسعين في المية كده احنا نتكلمش بديكال تيرمي يعني في الاول الناس قبل التصوير لو قعدوا معانا كلام انجليزي كل وانا بقى بتكلم والدكتور نور بيتكلموا كلنا عملين كل انجليزي في انجليزي والمريض جاي مش هيافر من الانجليزي ده والمريض جاي بالتطلعات معينة والدكتور بيتكلم بخبراته وفهمه وبيتكلم ضبعا بتلقائية شديدة على انه عارف الكلام فالربط ببين المريض والطبيب ده شيء صعب وده دور مهم بتقوم به دكتور اريج سالم دكتور اريج اه اه يعني انا مفسوط طبعا انت موجودة معانا النهاردة يعني اه يعني الحمد لله لقينا في الاخر على فكرة الفريق الطبي عندنا فيه بنا عارف الحمد لله وانت جايب دكتور اريج بس شكرين كانت موجودة يا سيدي والله العظيم قعدت الرجال اهم من اي حاجة بس جات بس انا حابة قبل ما ابتدي في اي حاجة ان انا اقول كلمتين مهمين جدا بس انا حابة اقول كلمتين مهمين جدا ان انا فعلا فخورة بوجود دكتور سيد دكتور نور في مجالنا طب الاسنان بلس ان انا فخورة ان انا اكون ضمن الفريق ده كله انا فخورة جدا ان انا يعني فرد من الفريق ده اه مهمتي هي مهمة تعتبر صعبة عشان انا بكون حلقة الوصل بين الدكتورة وبين البيشنس او الحالات الحالة بتيجي يعني حالات بتكون متنوعة بمعنى مستوى تعليمي مختلف اماكن عيش مختلفة كمان في سينتور دكتور نور الناس بتيجي من كل حتة في العالم بمعنى ان مش اي حد هتقدر تفهم اللغة اللي بيتكلم بيها او اللهجة اللي بيتكلم بيها مهمة جدا ان انت تكون اول حد بتقابل الحالة او الحالة وتكون متفاهم هي عيزائي بمعنى انك انت تاخد منها كل الميديك الهسري او التاريخ المرضي باريحية يعني مش تحقيق بمعنى انت عندك حاجة انت مريض انت في حاجة لا احنا منكونش اجريسف بالعكس احنا بناخدها بابتسامة وبنسأل المريض بطريقة اريحية يعني احنا متعالج من حاجة هو حضرتك بتشتكي من حاجة يعني نكون في الكلام مش هو اسئلة موجهة فانا حالة الوصل دي ان انا بوصل كلام الدكتور بس بطريقة بسيطة يستوعبها عقل الفيشن انت انا سعيد جدا جدا بوجوتكم كلكم معايا ببسوط جدا بلقاء معكم وان كنت بشوفه كتير يعني بس ان احنا اشوفكم كلكم مع بعض بهذه الاعدة الجميلة ببسوط جدا باولا بالناس اللي جاء لنا الموجودين معنا الناس اللي يعني ما شاء الله اللي يوم تاريخ رائع ببسوط معا بالشباب اللي انا متوقع لهم في ناس انا متوقع لها ان احنا نشوفها على القمم في تخصصاتها في المستقبل اللي جاي ان شاء الله وان كان منهم الشباب دي هتحقق ما شاء الله يعني سمعة وعدد ساعات عمل جبارة جدا اه يعني اه فعلا احنا انا مبسوط انا هبنقدم النهاردة صور للطبيب المصري في منظومة طبية بتعمل بعمل جماعي هذا هو الطبيب المصري اللي بيعمل في الظروف صعبة اكيد في مرة هنلتقي تحكولي كده الظروف الصعبة ما شاء الله ربنا طبعا اكيد كرب كل واحد فيك وفتح عليه لكن اكيد مرته بزمان وفي البداية وبتاع يعني زي ما انا بحكي دايما اقول ان اول مرتب خادته كان مية وسبعتاشر جنيه ولما كنت بغيب يومين في الشهر كان بيخصم مني اربعين جنيه فده الطبيب المصري اللي بيهاجم ساعات وبيزلم احيانا ووالاخيري هذه المنظومة لما بتكون نجحة ممكن تقدم لنا ايه شكرا دكتور نور على انك انت وفرتنا هذا اللقاء انا اتصرفت النهاردة بوجود الفريق اللي انا فعلا بتصرف ان انا بقى واحد منهم ده انا اللي متشرف بوجودك معنا ومتشرف بالدور اللي انت قدمته في الثقافة الطبية التي ستبقى ده شيء لا يختلف ده تاريخ لا يختلف علي الناس تشوف الناس صحيح انت بترأس مجلس ادارة وايتي لكن في الآخر انا بتكلم على ثقافة طبية قدمتها قبل ما بتقدم وايتي للناس تقدم ثقافة ده مهم جدا جدا يعني هورتنا دكتور صرف تبي خليكو دايما مع ناس الحلو المطلوب ان انت تاكل كل حاجة بس ما تخلطش باللي اتنين لو عايز تاكل كل النشويات الاول قبل البروتينات بنصف ساعة او خلي اخل نشويات فواجبه 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 تانية لكن الاتنين مع بعض قابل المشاكل بقى العديد في الهضم بالنسبة ليهم كمان الفواجد كده بتاكلش الفكهة بعد البروتين كل الفكهة قابل البروتين طبعا اللي انا بقوله ده ممكن يعتمر من المواجزات بالنسبة الناس كتير الناس من الوقت ده ان اتحلي بعد ما تاكل لا الصح قوي من تاكل تحلي الاول وبعد ان تاكل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة